السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة بيذا بستوان التعليمي في خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ان وزير التعليم قرر انتهاء اليوم الدراسي الساعة الحدية عشر صباحا وتم تخفيض وقت الحصة لخمسة وتلاتين دقيقة والخبر انتشر بشكل كبير جدا وبشكل مؤكد خاصة لما يقولك في الخبر ان قالت المصادر للدستور الدستور دي جريدة رسمية ان فيه تعليمات من وزارة التربية والتعليم على ان زمن الحصة يبقى خمسة وتلاتين دقيقة واليوم الدراسي ينتهي الساعة واحدة في المدارس الفترة الوحدة وينتهي الساعة حداشر في مدارس الفترتين فعايزين نعرف ايه حقيقة الخبر ده هل الكلام ده صحيح ولا مجرد اشاعات وزي ما حضرتكم شايفين الخبر من على الصفحة الرسمية للدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم بيقول ان الخبر المرفق غير صحيح ولا اساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق يعني الدكتور طارق شاوي طريع نفى الكلام ده تماما وانه لا اساس له من الصحة كمان دكتور طارق شاوي بيطلب مننا ان احنا نعتمد فقط على المصادر الرسمية في اي اخبار تخص التربية والتعليم اتمنى ان يكون الامور وضحت في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة